يا تارى الله ملتزم بعهده معنا ايه اللي بيقوله لنا ربنا على التزامه بالعهد معاه بيقول ايه في مزمور 98 عدد 34 لا انقض عهدي ولا اغير ما خرج من شفتيا يا يا رب ده لما ربنا يقول لنا كده يعني العهد ده لا ينقض من ناحيته يعني هو مش ممكن ربنا يغير رأيه وينقض العهد ده معايا وكل الكلام اللي قالهولي يروح ويزول لا بيوحيدني الوعاد ده بيقولي الكلام اللي انا بقولهولك والعهد ده انا لا انقض عهدي ولا اغير ما خرج من شفتيا الله قد ايه في امان قد ايه انا ماشية مع واحد عاملة مع عهد مش بيغير كلامه مش كل يوم برأي مش حسب مزاجه لو مزاجه النهارده مش كويس يعاملني بطريقة مختلفة وما يدينيش اللي هو قال عليه لا ده انا مع اله جبار لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفتين ياه يعني انا اقدر افتحت العهد وقوله انا ضمنه ان كل كلمة قلتها لي هتحصل كل كلمة في العهد بيني وبينك انت ضمنها ولا تغيرها اقفوا اذكروا بهذا العهد انت قلت يا رب ان عهدك لا تنقضه ولا تغير ما خرج من شفتك يا سلام فقري الله بموعيده داود كان دايما يفكر ربنا بموعيده وبعهوده وعشان كده كان دايما منتصر وعشان كده كان دايما قوي وعشان كده ما كانش بينهزم وكان دايما قدام الهزيمة يعلن العهد ويعلن وعود النصرة ويقف من تاني حتى لو وقع يقف ويقوم تاني بقوة لانه عارف هو مسنود على مين مسنود على واحد مش بيقول كلامه بيغيره مسنود على صخرة صخرة قوية مضمونة دي نفس الصخرة اللي انا وانت واقفين عليها